السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أحلام أشارككم اليوم كبسة باللحمة الغنمية وطبعا ممكن تعملوا نفس الطريقة مع أي نوع لحمة حتى مع الدقاق يلا نشوف الطريقة لكن قبل نشوف الفيديو باتمنى من كل اللي يشوفوني يضغطوا لايك وتركوا لي تعليق وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة وضغطوا على زر القرس واختاروا كلمة كل أو أول عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله وما تنسوش لايك وشير لطبخ اللحمة باستخدم قدر الضغط وممكن تستخدموا القدر العادي حطيت شوية زيت تعودين قرفة ورقتين غار ليمون أسود حبات من الهيل بشوحهم شوية على الزيت بعد كذا بحط عليهم بصلة متوسطة تقريبا وبقلب لين ما يذبر البصل بعد كذا بحط قطع اللحمة بعد ما خلاص غسلتها وبقلب زي ما شايفين لين ما يتغير لونها بضيف فصين كبيرة ثوم أو ثلاث فصوص وقلون فلفل أخضر ممكن تستغنوا عنه بضيف طماطع كبيرة مقطعة وملاقتين كبيرة سلصة وبضل أقلب باستمرار تضيف البهارات ملعقة صغيرة فلف الأسود وملعقة صغيرة كبزة رناشفة ملعقة صغيرة يعني نصف ملعقة طعم وملعقة صغيرة كوركو ملعقة صغيرة كمون وبقلب كويس اللحمة مع البهارات لين ما أحس إنه تشربت البهارات كويس وبدأت اللحمة تنشف وتلصق على القدر بعد كده بيكون معايا ماء مغلي بضيفه على اللحمة وممكن بهذه المرحلة تضيفه حبات بطاط إذا حابين بضيف الماء طبعا كل المقادير بأي وصفة نزلها لكم موجودة في صندوق الوصف الآن بضيف ملعقة كبيرة ملح وبغطي القدر وبخلي لين ما يطلع صوت الصفارة بغطي النار وبتظل اللحمة على النار على حسب نوعها وعلى حسب قوة قدر الضغط أنا بخليها ساعة ونص وبعدين بطفيه في أثناء ما اللحمة تستوي بيكون غسلت الرز استخدمت أربع أكواب رز بسمتي بنقعهم بماء حار بعد كده بأحطهم بقدر عادي يعني ما بطبخ بقدر الضغط بحط الرز بالقدر هذا وبضيف عليه ملقة اللحم وعلى حسب نوع الرز بتضيف الماء اللي يحتاجه الرز بعد كده بغطي القدر وبخلي لين ماء الرز يغلي بكونوا تفاقدوا كل شوية في هذه المرحلة لسه ما بوطي النار لما يوصل لهذه المرحلة خلاص بوطي النار على الأخير وباستنى لين ما يستوي الرز وينشف الماء تماما ويوصل لهذه المرحلة إذا حابين تحمروا اللحم بالفرن أو التنور ممكن تحمروا أنا هنا برجع اللحمة على الرز عشان تظل محتفظة بالحرارة لوقت التقديم قلت لكم اللي حابين يحمروها ممكن يحمروها زي ما شايفين طريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبالنهاية الطعم جدا نذيذ بتمنى من الكل يقربوها وتكتبوا لي أراءكم بالتعليقات ويجي هنا وقت التقديم بغرف الرز وبخلي اللحمة على الوقت بقدم الكبسة مع الصلطة مع السحاوق الأخضر أو الأحمر على حسب الرغبة وزي ما قلت لكم مقادير أي وصفة بنزلها لكم في صندوق الوصف ممكن تشوفوها في النهاية بتمنى من كل اللي يشوفوني يضغطوا لايك وتنوروني بتعليق وذا كنتم أول مرة تشوفوني يشتركوا بالقناة وضغطوا زر القرس واختاروا كلمة كل أو أول عشان يوصلكم كل فيديو وأنزله نتلقي فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة